موسيقى اهلا بيكم مرة اخرى الموصل اتحررت اي نعم النصر اتحقق اي نعم بس بالموصل حاليا دمار واكو حاجة لعادة الاعمار تحتاج مليارات والمفوض او المعروف انه الحكومة عاجزة الان على الاقل الان عن توفير الاموال المطلوبة نازحون عاجزون عن العودة المناطية تقوم المدمرة بالموصل الموصل بعد النصر اكو ارقام مخيفة بيها تتحدث عن اعداد الشهداء من المدنيين حسن تقارير غربية تتحدث هاي التقارير عن اربعين الف مدني قتيل شهيد نفس التقارير ما عرف شنو مصداقيتها ودقتها تتحدث عن تلاثمائة وسبعين الف معتقل لدى الاجهزة الامنية نفس التقارير تتحدث عن عمليات انتقام تجري بالموصل الحديث بالداخل يختلف شوية يتحدثون اكو خوف عن الفين داعشي تقريبا اكثر شوية اقل شوية متخفي بين المدنيين او خرجه مع النازحين حول ما جاء ينظموا يانا عبر الاقمار السيد زهير الاعرجي قائم مقام الموصل استاذ زهير مساء الخير اهلا ومرحبا اياها لبيك خلينا نبدي من نسبة الدمار سواء بالجانب الايمن او الجانب الايسر استاذ زهير تفضل حضرتك نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ونمشاهديك الكرام حقيقة الامر موضوع الدمار يتفاود بالنسب بين الساحل الايسر والايمن الكل يعلم ان الساحل الايسر كان هناك تحرير وحصل معارك في احياء الساحل الايسر ولكن لم يكن الضرر بمستوى ما حصل في الساحل الايمن لان كانت قوة داعش متحصنة في الايمن اكثر مما كانت في الايسر وكان هناك خطوط لتحصنهم في هذه المناطق خلال فترة القتال الماضية على التسعة تشهر الماضية نستطيع ان نقول ان الساحل الايسر عادة الحياة فيها طبيعية بنسبة سبعين الى ثمانين بالمئة وكان للمواطن حقيقة دور متميز وارادة قوية في عادة حياته دون اللجوء والعون الى الحكومة في بناء حياته الخاصة من حيث تأهيل الدار وتأهيل المحلات التي كان يسترزقون فيها والمعامل الصغيرة البسيطة مما جعل ان تكون الحياة طبيعية في منطقة الساحل الايسر عموما الحكومة المحلية عملت جاهدة حقيقة في توفير الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتربوية اضافة الى حملات لعادة الحياة في المدينة من خلال تبليط الشوارع والطرق التي تعرضت الى القصف من قبل داعش بالهاونات والمفخخات هذه الطرق تم تأهيلها بنسبة كبيرة وخاصة الرئيسية المعوق الرئيسي الاخير لا زال في الساحل الايسر هو المجسرات الصغيرة التي تربط الاحياء في داخل المدينة اي داخل ساحل الايسر اضافة الى الجسور الخمسة العملاقة التي تتفاوت نسبة الاضرار بها بنسبة كبيرة جدا وهو التحدي الكبير الان للحكومة حقيقة ونحن تحدثنا مع وزارة الاسكان والتعمير كونها المعنية بالأمر على البدء تتحدث عن الجسور التي تربط بين الجانبيين استاذ زهير عفوا تتحدث عن الجسور الخمسة التي تربط بين الجانبيين على نهر دجلة عفوا هناك مجسرات داخلية بين الاحياء لا لا انا توقفت توقفت عد حديثك الأخيري جسور الضخمة الخمسة هاي الرابطة بين الجانبين الأيمن والأيسر غير صالح للاستخدام نهائيا نعم نهائيا خارج عن الخدمة بالكامل إذن الآن شون يتم التنقل بين الجانبين الآن نعم مشكورة جهد الهندسي لوزارة الدفاع أقامت جسرين الجسر الأول كان في منطقة المنيرة باتجاه أمام العليل والمستخدم حاليا جسر عائم نعم ومؤخرا تم أيضا نعم جسر عائم والآن الجهد الهندسي أكمل جسر سمي بجسر النصر الذي تربط من مركز المدينة باتجاه الساحل الأيمن في الناحية الشمالية من الجهة الشمالية من مدينة الموصل هذه أيضا ساعدت ولكن لم تستخدم بطاقتها الكاملة وليس هناك حركة للآليات المواطنين بالعبور مقيدة لحركة المشات ونقل بعض المواد الإغاثية إضافة إلى الجهد المدني للدوائر الدولة من آليات وغيرها بهذا الجسر و لكن لم يستخدم لحد اليوم انتقلي من فضلك للجانب الأيمن المفروض نسبة دمار عالية موها الشكل؟ نعم نعم الجانب الأيمن نستطيع أن نقسمها أيضا إلى ثلاث أقسام القسم الأول الذي تحرر منذ فترة كانت حقيقة خطوط صد لداعش نعم انهارت بالسرعة هناك أضرار ولكن ليس بمستوى ما حصل مؤخرا القطاع الثاني مناطق مختلفة مثل 17 تموز حيث ثورة فيها أضرار ولكن ليست بمستوى ما حصل في القطاع الثالث الذي نقول مدمر بالكامل وهي المنطقة القديمة هذه المنطقة حقيقة حصل فيها دمار كامل أصلا كانت هذه الأحياء هي أحياء قديمة جدا بناءها يختصر على دور تتجاوز من 50 متر إلى 150 وبناءها قديم بموات قديمة جدا نعم حصل ترميم فيها من قبل المواطن ولكن كما تعلم المعركة الأخيرة كانت هناك وداعش استغلت على الزقة الضيقة وعدم دخول الآليات العسكرية وغيرها كانت خطوط دفاعية أخيرة تجمع فيها كل داعش النتيجة المحصلة النهائية نسبة الدمار في الجانب الأيمن أولا وإجمالي نسبة الدمار بالموصل أنا قلت نسبة الدمار في ساحل الأيسر نقدرها بحدود 40 إلى 50% 40 إلى 50% ولكن الدمار في الأيمن نعم دمار في الأيمن في مناطق تصل إلى 75 إلى 80% هذه إضافة إلى البنى التحتية الرئيسية لدينا خمسة مستشفيات رئيسية في الموصل ساحل الأيسر والأيمن مدمرة بالكامل لدينا خمسة جسور رئيسية بالمدينة مدمرة لدينا الجانب الصحي المراكز التخصصية مدمرة هذه تدخل أيضا في اعتبار أن هذه الأمور هي من الأساسيات أيضا لحياة المواطن أشقد الرقم المطلوب أستاذ زهير لعادة الإعمار أشقد الرقم المطلوب والله الكشوفات جارية نعم أنا أعتقد مليار دولار لا تكفي حقيقة لحجم الكارثة لا تكفي لحجم الكارثة الموجودة في المدينة مدينة الموصل مدينة كبيرة ومركز المدينة بوحدها فيها أكثر من مليون وتسعمية نسمة وفيها كل مؤسسات الدولة الرئيسية تقديرات كومس قد الرقم المطلوب لا توجد يعني أنا حقيقة الأمر من خلال وجودنا الكشوفات لم تكمل بالشكل الكامل أنا لا أستطيع أن أعطي رقم ولكن عندما تقول لي مليار أنا أقول المليار دولار لا تكفي والمليارين لا تكفي على حجم الكارثة الموجودة في مدينة الموصل وإضافة إلى أنه لحد الآن حقيقة لم يتحرك ساكنا لا الحكومة المركزية ولم تأتي المنظمات الدولية ولا صندوق الإعمار فيما يخص المواطن وأملاك المواطن الخاص من حيث معامل أهلية هناك لدينا الدور السكنية هناك كثير من المواطنين فقدوا كل شيء بنوا خلال أربعون عام خلال يوم ولايدا عفوا أستاذ زيارة تحدثت لي عن مليار وأكثر من مليار دولار فقط للبنى التحتية هذه ما تشمل تعويضات عن الأضرار الخاصة من معامل إلى منازل هذه لا تشمل لأن تعرف أن مدينة الموصل مدينة كبيرة جدا وفيها من المصانع الأهلية والمطاحن الأهلية والمحطات الوقود ومصافي النفط كلها دمرت بالكامل ويتعود لمواطنين كانوا يعملون في هذا المجال معامل التصنيع وغيرها وأيضا مخازن كبيرة للمواطنين هذه الفلوس المفروض موجودة المليار وأكثر متوفرة وممتوفرة المفروض هي من واجب الحكومة حكومة بغداد الحكومة المركزية بس المعروف أنه هناك أزمة اقتصادية وبالتالي الحكومة المركزية في ضائقة مالية بالتالي نحتاج إلى تمويل خارجي إلى دول داعمة تحركتوا بهذا الاتجاه؟ نعم نحن اليوم صندوق الإعمار لديه حركة في مدينة الموصل بإجراء الكشوفات للتنسيق مع الدوائر الخدمية في موضوع ما يخصها من إعمار منظمات الدولية كمنظمة يو ان دي بي بدأت بالمشاريع الصغيرة وتجهيز الدوائر الخدمية من على عاتقها الحكومة المركزية أرسلت مبالغ ليس لا نقول مبالغ تفي بالحاجة ولكن هي لمبالغ بسيطة نبدأ بها بإعمار الدوائر الخدمية وسد حاجاتهم وهذه المبالغ تم صرفها تحت مبدأ دعم الاستقرار بإعادة الأبنية الرئيسية للمدينة تجهيز الآليات إقامة حملات لرفع الأنقاض وأيضا إعمار المدينة من حيث تقديم الخدمات الماء والكهرباء وشراء المحولات والأسلاك وكما تعلم نحن اليوم تم تأهيل مشاريع الماء الجانب الأيسر بالكامل جانب الأيمن المشاريع الكبيرة التي تحررت تم تأهيلها ونحن بحاجة اليوم إلى وصول الطاقة الكهربائية من خلال المغذيات في الساحل الأيمن حتى نبدأ بضخ الماء الصافي إلى المواطنين والأحياء بعد إصلاح الأنابيب الماكلة الرئيسية تتحدثني عن خطة والمشكلة بهذه الخطة يعني توفير السيولة المالية لكن أيضا من خلال حديث جنابك من خلال حديث جنابك أوصلت رسالة بطريقة ربما غير مباشرة أنه النازحين ما سيرجعون مناطقهم والدورهم بسبب أنه الجانب الأيمن مدمر مهشكل ولا توجد سيولة مالية لترميم لإعادة البنى التحتية وإعطاء تعويضات للمواطنين معناته سيبقون النازحين في المخيمات نعم أستاذ عماد أنا الحقيقة من خلال قناتكم أوضح وأقول لحد هذه اللحظة ليس هناك أي خطة قدمت أو طلب من الحكومة المركزية أو المنظمات الدولية أو الدول المانحة كيف نبدأ بتأهيل دور المواطنين حتى نبدأ بإعادة النازحين خاصة ذوي الدخل المحدود الذين ليست لديهم إمكانية إعادة إعمار دورهم المدمرة بالكامل وتخص المنطقة القديمة بالذات وإضافة إلى الأحياء السكنية الأخرى في الأيسر والأيمن لدينا دور سكنية مدمرة بالكامل لحد اليوم لا توجد حركة أو إعطاء تعليمات كيف سنبدأ بتعويض هؤلاء ولكن نحن بجهد شخصي كحكومة محلية وجهنا جميع الأخوة الأهالي بتوثيق الأضرار الموجودة لديهم في القطاع الخاص والدور السكنية وتوثيقها قضائيا حتى ننتظر ماذا ستأدي الحكومة لنا بقوانون أو بقرار حتى نبدأ بالعمل على تعويض هؤلاء المواطن أعداد المهجرين من كل الموصل يعني حاليا نعم حاليا لدينا في المخيمات أكثر من تسعمائة ألف مواطن أكثر من تسعمائة ألف نازع أيمن والأيسر والقرى والأرياء يعني الإحصائية جميعا الإحصائية كاملة لكل محافظة تنينواء لدينا هناك أكثر من تسعمائة يعني أكثر من تسعمائة المسجلين رسميا المسجلين رسميا ولدينا إضافة هناك حالات لم تسجل النزوح بسبب وجود للنازحين أقرباء لهم في الساحل الأيسر أو في قرى جنوب الموصل احتووا هؤلاء العوائل وقاموا بإيواءهم خارج المخيمات الذين نزحوا من المخيمات حاليا 900 وأكثر من 900 تضم ذلك القرى الغربية لمدينة الموصل الذي تم تحريرها مؤخرا ولم يعودوا إلى قرىهم رغم تحريرها لفترة طويلة ونحن بحاجة إلى وضع دراسة وخطط لإعادة هذه القرى بعد توفير الخدمات الأولية لهم إلى حد الآن أكون مدنيين المفترض تحت الأنقاض شهداء موه الشكل نعم حقيقة لا زال هناك في المناطق القديمة مشكورة دائرة صحة نينوى والدفاع المدني يقومون بحملات يومية حسب الإخبارات وتم انتشال أكثر من ألف وأربعمائة جثة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل خلال الشهر الحالي ولا زال البحث مستمر عن أرقام أخرى تقارير غربية استاذ زهير تحدثت ما أعرف إذا كان الرقم مبالغ بي لو هو حقيقي واقعي أو ربما أقل هم من الحقيقة أربعين ألف مدني قتيل شهيد فعلا هناك أربعين ألف مدني قتيل أو شهيد أعني أستاذ عماد نحن نتعامل مع ما موجود لدينا مسجل يعني هناك لجان تشرف على إنقاذ هذه الجثث وإخراجها من تحت الأنقاذ وتذهب بها إلى الطب العدلي وتثبت وإذا كان هناك تعرف على الجثة ذويهم يستلموهم بموجب سجلات وبموجب تسجيل لا عفوا نستاذ زهير كان سؤالي غير واضح شقد إجمالي أعداد الشهداء بالموصل بالجانبين فعلا أربعين ألف لو أقل أو أكثر لا 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 أعتقد لا أعتقد هذا الرقم لا أعتقد هذا الرقم غير دقيق شقد الرقم ولكن لدينا هناك شهداء نعم يعني ليس هناك إحصائية دقيقة لأننا الآن الآن حقيقة وجهنا للعوائل بتسجيل المفقودين يعني لدينا عوائل في الموصل خرجت في الساحل الأيمن خرجت العائلة وفقدت ذويها ليس فقط ليس فقط الجثث تحت الأنقاض هناك لدينا عوائل في حالة هروبهم من داعش تعرضت إلى قصف وقتل وأيضا داعش المجرم قامت باستهدافهم وهذه الجثث مفقودة الآن نحن نبحث اليوم بالتعاون مع المواطنين والعوائل حتى نصل إلى الأرقام الحقيقية بالأسماء والأعداد نجيل أعتكم أرقام بخصوص أعداد المعتقلين نفس التقارير التي هي من صحف بريطانية أو أمريكية تحدثت عن 370 ألف معتقل عد القوات الأمنية سيدي جليل المعتقلين لا يصل هذا الرقم لأننا أصلا لا توجد لدينا مناطق ايواء لهذا العدد اليوم الحكومة في صدد مع السيد وزير الداخلية والدفاع ووزارة العدل نحن بحاجة اليوم كما تعلم انه مواقف والتسفيرات العائدة للمدينة للقوات الامنية تفجرت بالكامل ليس لدينا اصلا مكان يحوي هذا العدد نعم لدينا معتقلين لدينا الاف نعم بعدد الالاف نعم لكن ليس بعدد ثلاثمائة وسبعين الاف ولدينا ايضا معتقلين تم الاخبار عليهم من قبل العوائل وتم التحقيق وحالته من القضاء هناك لدينا محكمة مختصة ولدينا قضاء مختصين بهذا الامر ولكن نتمنى من الصحف الخارجية والدولية والمنظمات ان تتدقق وتعتمد على المصادر الرسمية في المدينة وليس على ما يقال من هنا هنانا الاخبار المنقولة ايضا من نفس الصحف غير دقيقة بخصوص حالات انتقام وقتل وعدم يعني حقيقة حصلت حالات عدم تقديم من هو مطلوب الى القضاء والحديث عن ابرياء او مجرد مشكوك بهم بامرهم جرى قتلهم و الجثث يعني حسب هذه الصحف ترمة او رمية بنهر دجلة حسب علمي ان منطقة المدينة الموصل كمركز مدينة الموصل لم تحصل لدينا اي حالة انتقام زي ولكن انا اؤكد لك العشائر العربية في جنوب الموصل عندما دخلوا الى المدينة لم يبقى داعشي يعرف لان هذه المناطق العشائرية تعلم من كان مع داعش ومن ساهم في قتل ابناء هذه المنطقة فاصلا لم يبقوا في تلك المنطقة ولكن تسألني هل هناك جثث مجهولة نعم هناك جثث مجهولة لا نعرف حقيقة الجهة التي قامت بهذه الاعمال ولن تسجل لدينا في محاكم نينوى دعاوي بتهمة الانتقام او قتل بريء ولكن جثث قد تحصل مجهولة في المدينة نعم هناك جثث في المدينة خليني شكرك السيد زهير العرجي قائم مقام الموصل مضى لعندي وقت شكرا جزيلا لانضمامك ويانا وصلنا لختام الحلقة خلي أشكركم على حسن المتابعة والازغاء ولقاءنا بالتأكيد يتجدد وياكم يوم الأربعاء القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة